لا جديد يذكر ولا قديم يعاد النيجيري أديسانيا يستمر بطلا للوزن المتوسط كذلك ضربة قاضية رهيبة بطلها الأسترالي توي فازا ضد الوحش الأمريكي ديريك لويس تابعوا هذا المقطع الشيق لمعرفة جميع تفاصيل ما وقع في حدث UFC 271 قبل البدء لمحبي UFC من أراد الحصول على تي شيرتات أو هوديز UFC ما عليه سوى التواصل على الرقم الموجود في صندوق الوصف وفي أول تعليق ثمن مناسب جودة عالية وتوصيل مجاني مرحبا بكم إذن النزال المنتظر النزال الرئيسي لنسخة UFC 271 إزرايل أديسانيا ضد روبرت ويتكر العديد من التوقعات كانت حول هذا النزال كذلك جميع الجماهير كانت متشوقة جدا للغاية لمشاهدة قتال من أعلى مستوى وكذلك نزال شرس وفي قيمة هذين المقاتلين الرائعين جرى النزال إذن وانتهى بفوز أديسانيا بقرار إجماع الحكام ماذا حدث في النزال؟ صراحة وللأمانة حتى لا أطلع عليكم النزال لم يعجبني كثيرا ولم يكن في مستوى التطلعات أعتقد من شاهدوا هذا النزال مباشرة أيضا يتقاسمون معي نفس الشعور يعني توقعنا مستوى وتفاجأنا بمستوى آخر صراحة الشيء يجعلك تشعر بالندم لأنك سهرت كل هذا الوقت من أجل نزال كهذا نعم أقيم النزال بداية الجولة الأولى شيء عادي جدا بداية جس النبض بين المقاتلين كذلك سواء الجولة الثانية الثالثة الرابعة والخامسة يعني لا جديد يذكر كما قلت ولا قديمة يعاد كما قلت في المقطع السابق قلت بأن ويتكر في نزاله الأول ضد أديسانيا ويتكر كان يجد صعوبة جدا في كسر تلك المسافة بينه وبين أديسانيا من أجل الوصول إليه وقلت أن السؤال المطروح هل يستطيع ويتكر فك هذه العقدة والوصول لأديسانيا لكن لم يكن هذا الأمر أديسانيا يستمر بنفس أسلوبهما في النزال الأول وبذلك ويتكر لا يصل إلى أديسانيا أديسانيا يستغل الهفوات والأخطاء ويستمر النزال هكذا مع محاولات في المصارعة من ويتكر من أجل إسقاط أديسانيا لكن كلها بأت بالفشل بسبب دفاع أديسانيا القوي جدا يعني شيء يشبه كثيرا جدا نزالهما الأول لكن هذا النزال الثاني كان مملا بعض الشيء الأول انتهى بضربة قاضية وهذا انتهى بقرار إجماع الحكام صراحة كنا نتوقع الكثير والكثير من ويتكر لكن لأديسانيا كلام آخر هذا المقاتل هو أسطورة الوزن المتوسط لرياضة الفنون القتالية المختلطة استطاع اكتساح هذا الوزن عن جداره من يواجه أديسانيا في الوقت الحالي لا أحد يستطيع الوقوف أمامها من جهة أخرى مفاجأة الليلة كانت بين توفي فازا وديريك لويس لويس وتوفي فازا دخل هذا النزال بشكل قوي جدا النزال كان مطلوبا جدا من طرف الجماهير نظرا لشخصيتهما المرحة المهم الترشيحات قبل النزال صراحة كانت أغلبها تصب في كفة لويس نظرا لفرق الطول والقوة إلى غير ذلك لويس يعتبر ملك الضربات القاضية في تاريخ بطولة يو افزا توفي فازا قبل هذا التحدي ودخل في مواجهة لويس في الجولة الأولى كان لويس متفوقا وكاد أن يفوز بالضربة القاضية لكن حين إرساله لضربته الثقيلة تلك توفي فازا كان قريبا من السقوط لكنه قاوم بشدة وعاد في النزال إلى غاية الجولة الثانية وفي لحظة لويس كان يقوم بتسديد مدافعه الثقيلة قام توفي فازا بتسديد لكمات قوية أيضا ثم تبعها بضربة كوع قوية للغاية جعلت لويس يسقط أرضا مغمى عليه تماما بدون عودة وسط اندهاش جماهيري كبير جدا وفرحة عارمة لتوي فازا الذي لم يكن يتوقع ذلك الفوز بتلك الطريقة تخيلوا معي صاحب أكبر عدد من الضربات القاضية ملك الضربات القاضية فاز عليه بالضربة القاضية وهذا أمر رائع جدا بالنسبة لتوي فازا سيجعله يسل لنزال اللقب بشكل أكبر عودة إلى نزال أديسانيا وويتكر فأديسانيا لازال على موعد مع نزالات جديدة لكن كما قلت أتسأل من سيواجه أديسانيا من هم المقاتلون الذين بحجم وقيمة أديسانيا في هذا الوقت صراحة الكل كان مع ويتكر لكن بعد خسارة ويتكر مرة أخرى لم يعد هناك منافس لأديسانيا ويجب أن ننتظر بطلا جديدا حمزة شمايف مثلا يريد الصعود للوزن المتوسط هل نشاهده ضد أديسانيا يوما ما لكن هذا الأمر يبدو بعيدا شيئا ما ربما قد نشاهده يوما ما لكن عن العموم لا أعتقد أن هناك منافس لأديسانيا وسيكون أسطورة ويعتزل كأسطورة للوزن المتوسط عن جدارة يستحق ما وصل إليه بقوة لكن على العموم نبقى نتسأل من سيوقف سلسلة انتصارات أديسانيا مثلا بلوفيتش كان قد أوقفها لكنه ثقيل عليه جدا وكانت مغامرة كبيرة جدا من أديسانيا أما في وزنه الآن هناك مثلا فيطوري هناك مثلا كوستا لكن رغم ذلك هذين المقاتلين ليس بحجم أديسانيا إذن هذين أهم نزالين في نسخة UFC 271 أديسانيا يحافظ على لقبه بطلا للوزن المتوسط بعد انتصاره على روبرت ويتكر بقرار إجماع الحكام كذلك تايت في فازا يحقق المفاجأة وينتصر على ديريك لويس بالضربة القاضية قبل نهاية المقطع سؤالي لكم من ترون المنافس القادر على إيقاف سلسلة انتصارات أديسانيا أجيبوني من خلال التعليقات التي أستمتع بقراءتها في ذلك لا أصيكم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا ووضع إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر بين محبي القتال كان معكم أمين إلى اللقاء اشتركوا في القناة